موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت ناسا تعلن عن رصد علامات لوجود كميات وفيرة من الجليد على المريخ أعلنت وكالة ناسا عن اكتشاف غير متوقع على كوكب المريخ اذ ذكرت وكالة الفضاء أنها رصدت علامات على كميات كبيرة من الثلج تحت خطل السواء المريخي الذي يعتقد أنه جاف وهذا الاكتشاف أثار حيرة الباحثين الذين لم يكن لديهم فكرة عن كيفية الحفاظ على جليد الماء هناك إلى صحيفة الأيام البحرينية التي عنوانت لم ترتدي حزام الأمان فالصقوها بالحائط عقبت موظفة في الصين لعدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة إلى العمل بطريقة غريبة حيث تم إلصاقها واقفة إلى الحائط لفترة غير محددة من الزمن ونقل التقارير أن المرأة خالفت قواعد العمل في الشركة التي تنتمي إليها والتي من ضمنها ما يتعلق بسلوك قيادة السيارات أثناء العمل صحيفة الحياة عنوانت اليوم سبايس اكس تبتكر صاروخا يسافر في أقل من ساعة أعلنت شركة سبايس اكس الفضائية الأمريكية عن خطتها لتطوير صاروخا يمكن أن يسافر حول الأرض بسرعات فائقة ويصل إلى موقع في أقل من ساعة واحدة فقط وقالت الشركة أن الصاروخ الجديد سيكون مشابها للمركبة الفضائية إذ أنه سيقلع ويهبط بشكل عمودي وأضاف أن الرحلة من لندن إلى نيويورك على سبيل المثال ستستغرق 29 دقيقة فقط وإلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت أكبر ماسة نقية عديمة اللون في العالم تعرض في دبي في السابع عشر من أكتوبر أعلنت دار المزادات العالمية كريستيز ودار المجوهرات السويسرية دي جريسو جونو عن تنظيم معرض ومزاد بعنوان فنون دي جريسو جونو في دبي خلال الفترة من السابع عشر حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل يعرض نخبة منتقاء من أفخر الماسات في العالم نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك